Phytonutrients أو المغذيات النباتية هي المواد الكيميائية الطبيعية وهي مواد تستخدمها النباتات للحفاظ على حياتها وتحميها من الجراثيم والفطريات والحشرات والتهديدات الأخرى المغذيات النباتية ليست ضرورية لإبقائك على قيد الحياة على عكس الدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن ولكن عندما تأكل أو تشرب المغذيات النباتية أو Phytonutrients تساعد في منع الكثير من الأمراض التي يمكن تجنبها والحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح ستكون هذه الحلقة مثيرة لفضولك ففيها ألوان جذابة وأسماء غريبة ولكن إذا حاولت حفظ خمس أسماء منها كل يوم لن تتحسن صحتك فحسب بل ستتوسع قدرات تفكيرك لأن تعلم كلمات جديدة يكون خلايا عصبية جديدة في دماغك وتسمى هذه العملية Neurogenesis تعطي المغذيات النباتية أو Phytonutrients الفواكه والخضروات ألوانها الجذابة وقد تم اكتشاف أكثر من 25 ألف نوع من المغذيات النباتية ولكن لا تقلق في هذه الحلقة سنغطي 6 مجموعات من المغذيات النباتية فقط وهي الأكثر أهمية وسنستعرض آثارها الصحية المحتملة قبل أن نبدأ أود أن أشكرك لمشاهدة سلسلة دقيقتين عافية وأدعوك للاشتراك بالقناة كنوع من التقدير للجهد المبذول في تجميع هذه المعلومات القيمة ولكي لا تفوت الحلقات الأسبوعية والطروحات التوعوية في المنتدى المجموعة الأولى Carotenoids يوجد أكثر من 600 نوع من الكارتينويدز وتعطي ألوانا خضراء وصفراء وبرتقالية وحمراء في الفواكه والخضراءات تعمل الكارتينويدز كمضاد للأكسد في جسمك هذا يعني أنها تصطاد الجذور الحرة أو الأجسام المشحونة الضارة التي تضرب الأنسجة في جميع أنهاء الجسم هذه بعض الأمثلة على الكارتينويدز التي لها فوائد صحية وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام تعد الأطعم الصفراء والبرتقالية مثل اليقطين والجزر مصادر جيدة لألفة وبيتا كاروتين أما الفلفل الأحمر الحلو فهو غني ببيتا كريبتوكسانثن يمكن لجسمك تحويل كل هذا إلى فيتامين A وهذا الفيتامين مهم في الحفاظ على عمل جهاز المناعة بشكل صحيح وهو ضروري لصحة العين نوع آخر من الكارتينويدز هو اللايكوبين وهذا يعطي اللون الأحمر أو الوردي المتوفر في الطماطم والبطيخ وخاصة في الجريب فروت ويرتبط اللايكوبين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات والنوع الثالث من الكارتينويدز هو اللوتين والزيكسانثين هذه المغذيات تساعدك على حماية عدسة العين من الإعتام ومن مرض تنكس شبكية العين البقعي أو ماكيلر دي جنريشن المصادر الجيدة لهذه المغذيات النباتية هي الخضر مثل السبانخ والكرنب واليخنة المجموعة الثانية إلاجك أسد أو حمض إلاجك يعطي اللون الأحمر ويساعد حمض إلاجك في الحماية من السرطان بعدة طرق مختلفة على سبيل المثال فهو يبطئ نمو الخلايا السرطانية ويساعد الكبد على تحييد المواد الكيميائية المسببة للسرطان في نظامك وإلى الآن ما زال العلماء يبحثون فوائد هذا الحمض على صحة الإنسان بإمكانك العثور على حمض إلاجك في الفواكه والأغذية النباتية الحمراء والحمراء الداكنة مثل الفراولة وتوت العليق والرمان المجموعة الثالثة فليفانويدز تعطي الألوان الخضراء والصفراء بجميع أطيافها وهو الأكثر توفرا من المغذيات النباتية ويمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأطعم النباتية تساعد فليفانويدز في تقليل خطر الإصابة بالربو وأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب التاجية تشمل أنواع فليفانويدز واحد كاتيكان ومصدره الشاي الأخضر وهو من أجود مضادات الأكسدة ويساعد شربه في منع الكثير من أنواع السرطان اثنين هايسبيرادين يوجد في فواكه الحمضيات ويعمل هذا الفليفانويدز كمضاد للأكسدة حيث يعزز المناعة المتراكمة ويقلل الالتهاب في الجسم للمساعدة في منع الأمراض المزمنة وهما نوعين مدروسة جيدا من الفليفانويدز في الطب فهي تستخدم كعلاج في أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الضغط والوقاية من السرطان وأمراض الحساسية كما أنه يستخدم في علاج التهابات المفاصل والتهابات المثاني والسكري وهو متوفر في الثوم والبصل وعشبة جينجو بيلوبا والتفاح ومن هنا جاءت المقولة المشهورة المجموعة الرابعة يعطي اللون البني والبنفسجي والأزرق وتعمل هذه المادة في النباتات كمضاد للفطريات وتشير الأبحاث إلى أن ريسفيرترول يلعب دورا في تحسين الوظيفة لبطانة الخلايا ويقلل من الإجهاد التأكسدي لدى مرضى السكري من النوع الثاني ويعتقد أنه يساعد في الوقاية من الشيخوخة وتنظيم دورة المايتوكوندرية في إنتاج الطاقة وقمع جينات السرطان المرتبطة بالشيخوخة وما زالت الدراسات قائمة على هذا النوع من المغذيات النباتية لتأسيس علاقة أكثر وضوحا يتوفر ريسفيرترول في العنب وعصير العنب الأحمر وخل العنب والكاكاو والشوكولاتة الداكنة والفول السوداني المجموعة الخامسة غلوكوسينوليت تعطي هذه المجموعة الخضروات رائحة ونكهة حادة ولونها الأخضر الزاهي تتكسر الغلوكوسينوليت إلى مواد كبريتية أخرى أثناء عملية الطهي والهضم وتساعد هذه المواد في حماية الحمض النووي وتمنع تكاثر الخلايا السرطانية وتوقف تطور بعض الأورام تتوفر الغلوكوسينوليت في الخضروات الصليبية فقط مثل براعم البروكسل والملفوف والكرنب والكالي والبروكلي المجموعة السادسة فايتوستروجين تم تسمية هذه المجموعة بهذا الاسم بسبب بنيتها التي تشبه هرمون الاستروجين وليس ذلك فحسب بل يمكنهم أيضا منع التأثيرات الغير مرغوبة لهرمون الاستروجين وهو هرمون يستخدم بكثرة في تنمية الدواجن والمواشي ويعمل في الجسم كهرمون تخزين وله مضار كثيرة بعض أنواع فايتوستروجين واحد أيزوفليفون تشير الأدلة إلى أن هذا المغذي النباتي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرحم وانخفاض خطر فقدان العظام لدى النساء وهذه معلومة لك سيدتي وهو متوفر في البقوليات مثل فول الصوية والحمص وفول فاذا والنوع الآخر يسمى لغنون وهو شبيه للأيزوفليفون ولكنه متوفر في مصدران بشكل خاص وهي بذور الكتان وحبوب السمسم الآن لنخص بالذكر القهوة بما أنه المشروب الأكثر إدمانا بين البشر إذا أنت من عشاق القهوة فهنيئا لك وإذا كنت لا تحبها فعليك مراجعة هذه المصادر تأتي القهوة معبئة بالفايتو نيوتريانس مثل الكافيين والكولينيرجيك أسيد ودايتربين والترايغونولين الفوايد الصحية للمغذيات النباتية في القهوة كثيرة فهي تساعد في تنظيم العصار الصفراء ولها دور كمضاد للالتهابات ودور في زيادة فيتامين دال في الجسم ودور في استقرار السكر في الدم والحد من إفراز الإنسولين ودور في تحفيز الجهاز العصبي ليجعلك أكثر انتباها ولكن يوجد قواعد لشرب القهوة بشكل صحيح فمثلا يمنع شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح وإضافة السكر لها يتعب البنكرياس وعليك أن لا تفرد بشربها فالحد الأعلى المسموح به هو أربع ملاعق طعام فقط في اليوم هذا كل شيء في هذه الحلقة إذا تعلم شيئا جديدا اضغط زر الإعجاب ولا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة ولنا لقاء آخر في الحلقات القادمة بإذن الله وتمنى لكم دوام الصحة والعافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر